مرحبا فيكن جميعا انا سامر كورجي واليوم راح نتعلم بالفوتوشوب كيف نعمل صور مثل هيك او هيك. فيكن تعملوا الديزاين اللي بدكم اياه بس هلين نتعلم الطريقة. خلينا ننطع الفوتوشوب واول شي هنتعلمو النيون افكت. هلا اول شي بنختار الصورة اللي بدكم اياها. انا اخترت صورتي. بعد بنختار صورة اللي بدكم اياها. انا هعمل النيون اللي بده اياه. بس قبل ما ارسم النيون هستعمل من البراش طول. اه حاجبس بي عالكيبورد. واتأكد انه لازم يكون هاردنس شوي مية بالمية. وحجم النيون مسلا انتو بتختروا. انا هستعمل هيدا الحجم. اه ما هارسم شي. هاروح هالبان طول. وتأكد انه هون مستعمل الباث. مش الشايب. تمام? هارسم الديزاين اللي بده اياه مسلا. هعمل بشكل سريع مسلس. فيكن تعملوا مربع دائرة اللي بدكن اياه. اه من بعد ما هما ارسم الباث اللي بده اياه. هاكبس اه رايت كليك على الباث. واستروك باث. واتأكد انه انا هونو عم مختار البراش. هاكبس اوكي ونرسم عندي النيون. بس بعد ما صار النيون. اه ستاب التاني اللي بعد منها. هفوت على اه اه تابعة. حد الاسم بصير انا باللير ستايل. هاستعمل شغل تاني من هون. اه بدي اتأكد انه انا مسلا اه اخد مسلا هفوت زوم شويلة حتى اتأكد. اه ممكن هتلقوا اوه شي هيك او تلقوه هيك. بس هنخلينا شوي هيك من الطرف يبين اه بشكل البسيط. تقريبا اوكي تمام هيك. اه اوتر غلو. هاستعمل كمان. اه سايز. انتو بتشوفو الانساب لكم. مسلا هما شي تكون مسلا اوتر غلو. لو بس مية بالمية. سايز انتو بتاختروها. اه طيب اوكي. ها اكتفي بهذا الامونت. حاكبس اوكي. وصار عندي هالصورة. اه الشي التاني اللي هاعملو. هعمل تقريبا. اه نيون. اه نيون. اه كيف هستعين بالصورة اللي انا تعيتي. من السبجك تابعي. ها. ها شروح على الكويك سيلكشن. يلي هي هون. اه من سيلكت اند ماسك. هااختار السيلكت سبجك. سيلكت سابجك. هو الفوتوشوب لحالو حي اه. حي اعزلني عن الباكران باعتم ما شفته هون. بعد في عندي شغلي انو انا بدي نظف محل الشعر. اه هو لحل الفوتوشوب كمان بنظفهن. اوكي حاكبس اوكي. وبدي اكون انا عامل للاير النيون. اه حاكبس اه الماسك. فيني دلني كيبس ALT ماسك لحتى اه يعمل للسيلكشن. يعني انا مختار هون. بدي بس اكبس ALT و ماسك. بيختار اللي من بره. تمام? وفيكن مسلا تكبسوا متل ما انا كبسي واحدة بلا ALT. هيختار هالشي. ترجع تعملوا ctrl i inverse للماسك. بيختار اللي بره. ما هي ذاتها. انتو بتختاروا البتكونية. اه الشغلة تانية انه من اللاير ماسك هكون عملها select لحتى رجع هيدا الخط محلو. من البراش تول. اتاكد انه انا هون ابيض. اه بس اعمل هيك. تمام? هيك صار عندنا ايون افكت. بعد ما خلصت. في عندي شغلي بدي اعمل اه نيو لاير. ها اعمل filter. اكبس filter. اه رندر كلاود. تمام? هيطلع عند هذا الشكل. اه بدي اغير من النورمال للسوفت لايت. او فيبد لايت. لا. سوفت لايت. اوكي. تمام? اه حعمل ماسك عليها. حتكون بيضة. حعملها انفرز لحتى تكون اه مخفية. فالشيء التاني اللي ها اعمله. هارجع روح هالبراش. تمام? انا هلا بالبراش. اه هستعمل هاردنس. السفر بالمية. فيكم رايت كليك تكون سفر بالمية. وشكل اه الحجم يعني حجم اله مش النيون هالمرة هالنيون افكت. يعني خلينا نقول مسلا اه يكون اه الغبرة اللي استعملناها هي شكل الغبرة. اه بهالحجم. تمام? هارجع روح على البان تول. اكبس رايت كليك عليها. ستروك باث. براش. اوكي. صار عندي هذا الافكت. تمام? اه فحنشوفه مسلا بهالشكل. اوكي. بعد فيه شغلة هعملها انه انا اه فوق كل شي راح عامل هيو ساتشوريشن. حامل ومش للشي البلا لير ماسك. فينا نعمل دليت ماسك. حتى تكون كل شي تمام. اه رجع كل شي ما حلو. اللون اللي اخترناه تقريبا اه هالشي. ها قبر هلأ ما خلصت كل شي ما خلص كل شي. فحفوت على الدبل دبل كليك على ستايل. حاستعمل شوي هوني. حدلني كابس ورجع هادي شوي لورا لحتى اه رجع محلون. وشوي كمان من تحت اه زغري شوي لهم تقريبا. والبلاكس شوي. اوكي اه فيكن تخفف شوي متل ما بتكون. بس نحن هلناخد لحتى نعدل الوان الصورة. بلايها هتكون هالشكل. هادي مع هالشكل. اوكي هلأ نحن بكون ها خلصنا اول صورة يلي هي بعد في تاني صورة شفتوها راح كمان بنفس الصورة هنعملها. هنرجع عالفوتوشوب. اه حامحي كل شي عملته. وعلى الصورة الاصلية. تمام. اه اول شي راح اعمله انه انا بدي اعزل حالي عن الباكراوند. فينين من الكويكسيلاكشن. او يقبسوا واس الاخ اهم شي تعملوا شغلي انه بدكن تعملوا صورة فيها كتير ستبس. خلينا اعمل باك اوب لowner الصورة كنترل جاي. ممكن منعوزها بس خليها كون نحن من. احنا من. او عملا هايد. و ها recharge عادته. عمل الكويكسليكشان. او. سيلكت اوبجيكت. مثل ما عملنا قبل الفوتوشوب رح هيختارني انا ويعزلني عن الباكراوند وحعمل ريفاين هير مثل ما عملنا قبل كمان للا حتى ينظف كل شي بقلب الشعر اقبس اوكي وماسك صار عنده هدا الشكل تمام الستيب الثاني يلي هي انا حا من اللاير ستايل هون حاقبسها واستعين بالبراش بده اقبس بي على الكيبورد وراتي كليك وبده اختار اه الشيب اللي بدي اياه مسلا انا حا اختار اه هدا الشي هلا ممكن يكونوا عنكن اياه ممكن يكونوا عنكن غيره وممكن يكون احلى انا حاستعمل هيدا اللي شفتوا انتم وبشكل اه عشوائي حا اختار اللون الاسود وحا امحي شوي من تحت خلي بس وجه مبيان يلي هو لانه بروفيل بكتور بشكل عشوائي سريع وبده انتبه ما ما كتير يعني اه امحي كتير حتى بشكل سريع هيك من الوجه لا هلا اي شكل عشوائي لانه اه كتير فينا خفيف الفلو شوية عفكرة كمان اه اه مش هيك او كمان اه تمام بيرفكت اه حرجع عشي ما حلو هلأ هون الشغلة تانية حعمل اه بالنيو لاير اه بالنيو لاير حاستعمل نفسه بس هاختار اللون مسلا اه القريبة شوية على الاسكن تون اه انا اللي عملته هون اللي حتقلكون اكبس والت وبعمل هيك بيك كالر ويوصلني اللون اه بعد شوية التعديلات دل افتح اعمل وافتح تمام وبشكل عشوائي كمانا بيرسم مش لها الدرجة اصغر شوي بيرسم بشكل عشوائي يكون شكل اه منه كتير فممكن تكون بها الشكل لا تمام اه اه لاير تانية حق اعملها وبدت بدا تكون تحت الصورة تمام اه بقلب هاللاير حقرسم كمان بشكل عشوائي كبر شوي البراش وتكون بشكل من الخلف وبرجع بكتر شوي من تحت حتى تكون بها الشكل تمام هلا هون بها الصورة احاستعين مسلا بالباكراوند تكون هيك مسلا بشكل اه اغمى مسلا او زغري شوي تكون بها الشكل فيها تكون هيك فينا اه ما نستعمل هالشي ابدا فينا نعمل نيو صولد كالر وهون لانا ما استعملوا قبل اه لون شوي قريب للا اسكنتون بس اه اغمى شوي يعني بدلني شوف بس هنشو الانسب اه مستعمل تقريبا هيدا اللون هيك بس اوكي صار عندي هيدا الشي وفيكن تستعملوا كمان النيون افكت اه هون حتى كمان اه هاك بكون انا عملت صورة فين اعمل الكروب اه اخدها شوي هيك وهيك بكون انا عملت الصورة نفسة يلي شفتوها قبل هادي كبروفايل بيكشر ارتيستيك وان شاء الله تكون استفدتم من هول الدروس فتابعوني لحتى تشوفوا اشي احلى وارتستيك اكتر شوفهم بحلق اشهدين ببايلة اشتركوا في القناة